خمسة أعوام وصواريخ ميليشيا الحوثي تفتح المقابر أمام اليمنيين وتغلق أبواب المستشفيات في وجوههم عشرات المستشفيات أغلقت أبوابها بفعل الحرب فيما أغلقت أخرى بعضا من أقسامها إما بسبب القذائف أو الأزامات الناجمة عن انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة حيث أصبح تشغيل هذه المستشفيات لاستيعاب المرضى أمرا صعبا في ظل انقطاع الكهرباء وانعدام مادة الديزل الخاصة بتشغيل مولدات الطاقة فيما منع الحصار وصول الكثير من المساعدات الطبية إلى مخازنها المستشفى الذي تعمل أطباء بلا حدود على تشغيله في مدينة المخاء كان آخر هذه المستشفيات فبحسب منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي كان المشفى يخدم مئات الآلاف من اليمنيين لكنه تعرض لأضرار بالغة جراء القصف الصاروخي الأخير ميليشيا الحوثي استهدفت هذا المستشفى وأحدثت أضرارا في مخزنه الذي يحوي مستلزمات طبية لتحرم بذلك آلاف الأشخاص من الحصول على الخدمات الطبية وفقا لتصريحات جراندي منظمة أطباء بلا حدود التي تسلمت أمر تشغيل المشفى أعلنت تعليق أعمالها فيه بعد تضرره جراء هجوم ميليشيا الحوثي على مبان بالقرب منه لتجنب طاقمها الطبي والمرضى الخطار الذي لا تنفك القذائف والصواريخ عن حمله إلى المدنيين بين الحين والآخر ترجمة نانسي قنقر